وكمان أخذ المكملات الغذائية مش بس بيعتمد على الفحوصات بيعتمد على العمر على نوع المشكلة اللي موجودة عند الشخص على مثلاً المرأة إذا كانت حامل أو مرضع أو مثلاً تعدت هاي المرحلة لكم الآن الحديث عن الجمال والاعتناء بالبشرة معانا دكتورة فينوس الجرماني وهي دكتورة سيدلانية مختصة بالبشرة والشعر واليوم رح نتحدث عن تعزيز صحة البشرة عن طريق المكملات الغذائية أهلاً وسهلاً دكتورة أهلاً فيكي كيف أمورك تمام؟ تمام الحمد لله يعني دائماً نبدأ كيف اليوم إحنا نصنف البشرة وماذا نعني بالبشرة؟ هلأ البشرة هي بتعتبر جزء من الجلد والجلد هو يعتبر أكبر عضو في جسم الإنسان طبعاً البشرة إحنا بتشمل عنا كمان حتى فروة الرأس وكل كامل الجلد هلأ لحتى تكون إحنا بشرتنا نظرة أو صحية بالبداية لازم يكون نحافظ على نظام غذائي متوازن لكن بسبب متطلبات الحياة السريعة ونمط الحياة السريعة اللي صار عندنا صار يكون فيه نقص بالعناصر الغذائية اللي الشخص عم بيقدر أنه يحصل عليها من الغذاء لهيك صارت الأشخاص تلزر شوي لإشي منسميه المكملات الغذائية حتى تحسن من مشاكل البشرة ونعتني في بشرتنا نعم هلأ إذا عم نقول إحنا بدنا مكملات غذائية هذا ما بيقتصر فقط أنه أنا أروح وأتناولهم من مكان معين لأنه يجب أن يكون هناك فيه تحليلات يجب أن يكون هناك فيه علم واضح بالمشكلة اللي بعنيها الشخص فاليوم دكتورة كيف منقدر نحدد ما هي المكملات الغذائية اللي يحتاجها هذا الشخص لبشرته هلأ زي ما أنت حكيتي بالعادة أي شخص بدي أخذ مكملات غذائية ضروري كتير أنه هو يلجأ للمختص الصحي إن كان طبيب أو إن كان صيدلاني يعني ما لازم أنه إحنا ناخدها بالطريقة العشوائية ودائما بنصح أي شخص قبل ما يأخذ أي مكملات غذائية أنه إحنا نعمل عندنا فحوصات لنعرف إذا هذا الشخص فيه عنده نقص بشيء معين ومرات كتير أصلا فيه أشياء بتبين على البشرة ممكن تدلنا أنه فيه عندنا نقص معين مثلا فيه أشخاص ممكن يكون فيه عندهم سواد تحت العين شحوب تساقط بالشعر مثلا نحكي لهم أعملوا تحالين مثل الحديد البيتولف وغيرها فقبل ما ناخد أي مكمل غذائي ضروري أنه إحنا نفحص وكمان أخذ المكملات الغذائية مش بس بيعتمد على الفحوصات بيعتمد على العمر على نوع المشكلة اللي موجودة عند الشخص على مثلا المرأة إذا كانت حامل أو مرضع أو مثلا تعدت هاي المرحلة إذا الشخص مثلا مدخن فكتير عوامل هي مهمة أنه إحنا ناخدها المكملات الغذائية تمام دخلنا في المكملات الغذائية ما هي أشهر الأنواع للمكملات الغذائية اللي بتعتني بسحة البشرة هلأ في كتير بالعادة إحنا مناطق على حسب المشكلة بس مثلا في عنا الفيتامين دي كتير مهم لمناعة الجسم وأيضا كمان بيساعد وجهة الدراسات أنه هو بيساعد للأشخاص اللي عندهم جفاف بالبشرة ومشاكل بالصدفية عندك مضادات الأكسدة مثل الفيتامين إي الفيتامين سي في عنا الزينك بيساعد في أحب الشباب وبروبيوتكس مثلا في أشخاص بيعانوا من مشاكل في الجهاز الهضمي هذا الإشي بيعكس على بشرتهم فبالتالي مثلا ممكن نعطيهم بروبيوتكس حتى نساعد أنه نحسن من الجهاز الهضمي بالتالي هذا الشيء يعكس على بشرتهم نعم بتعرفي فيه كتير أشخاص بيلجأوا إلى الكولوجين ويقرر أنه الكولوجين هو أكثر يعني شيء يعني خلينا نقول بيساعد بصحة العدم بصحة البشرة بنظارة البشرة بالشعر بالأضافر حتى فكان إليك وجهة نظر جميلة تحت الهواء خبرتين إياها فبحب مشاركتها مع كل من يتابعنا هلأ كثير وخاصة السيدات بيجو بدهم كولوجين لبشرتهم إن كان توبيكل يعني عن طريق السيرامات أو إن كان مثلا أورال إنهم بدهم يأخذوا السبليمت لكن هلأ على حسب العلم والدراسات الكولوجين هو عبارة عن وزنه جزيء كثير عالي بروتين وزنه جزيء كثير عالي لا يتم امتصاصه عن طريق المعدة أو البشرة فبالمقابل يعني إذا إحنا أخذناه ككلوجين كسبليمت بتحطم في المعدة لإشي منسميه أمينو أسد وما منعرف إحنا إذا فعليا الجسم هل رح يرجع يكونه لكولوجين أو ولا لا فالإشي اللي إحنا مننصح فيه لنأخذه لبشرتنا حتى نحفز إنتاج الكولوجين اللي هي أشياء تحفز إنتاج الكولوجين إن كان توبيكل أو عن طريق السبليمت مثل الفيتامين سي الفيتامين اي الأمينو أسد وغيرها فإحنا منفضل إنه نأخذها وما نأخذ الكولوجين لأنه فعليا ما رح نأخذ منه استفادة ما رح نستفيد وأيضا كمان الأشخاص اللي بعانوا من بعض الأمراض كالغد الدرقية الأشخاص اللي عندهم عمليات جراحية زي الجاسترق بايباس بصير كمان فكرة الامتصاص ربا ما بختلفه بطريقة أو بأخرى طيب دكتورة أكيد هذه المكملات لها طريق التناول معين بوقت معين من اليوم وأيضا مع غذاء معين فأولي لنا شوية تبس هيك عن هذه المكملات هلا أول شي ضروري نعرف أن المكملات الغذائية هي مش بديل عن الغذاء الصحي لأنه يعني في أشخاص ممكن أن يأخذوها كبديل عن الغذاء الصحي لا ضروري يكون أن الغذائنا متوازن هلا بالنسبة للفيتامينات بيختلف الوقت اللي لازم نأخذها في مثلا الأشخاص اللي بيأخذوا البيتولف منفضل إنه إحنا نأخذوا الصبح مثلا الفيتامين دي والفيتامينات اللي بيتدوب به الدهون مثل الفيتامين سي والفيتامين إي والفيتامين دي منفضل أنه ناخدها مع وجبات دسمة مثلاً كمان الفيتامين دي منفضل ناخده مع الكالسيوم حتى يزيد من امتصاصه لكن مثلاً وقت ما نيجي للحديد منفضل ناخده على معدة فارغة مع الفيتامين سي ما يكون مثلاً مع الكالسيوم لأنه بيمنع امتصاصه مثل مكملات الماغنيسيوم منفضل أنه ناخدها قبل النوم بساعة لأنه بتحسن من نوعية النوم فبيختلف الموضوع على حسب كمان إذا الشخص بيأخذ أدوية معينة هل فيه تعارضات وكل هاي الأمور نعم طيب يعني نظام غذائي مضلنا ربما اليوم حتى في هذه الحلقة تحدثنا على النظام الغذائي كل الوقت يعني حكينا يقي من الألزامير حكينا يساعدنا ويساعد عضادة القلب حكينا قدي مهم اليوم للبشرة ماذا نعني بالنظام الغذائي المتوازن؟ يعني اليوم فقط إحنا ناخد كل الغذائنا اليومي بشكل حقيقي بشكل فعلي فيه خضروات فيه بروتين فيه كاربوهايدريت ولا فيه أشخاص يجب أنه يكون في عندهم تركيز أكبر على بعض هذه الأمور كالبروتينات أو كالكاربوهايدريت وغيرها هلأ زي ما حكيتي نظام غذائي متوازن يعني لازم يكون شامل لجميع العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم من فيتامينات من معادن من كاربوهايدريت كلها يفضل أنه دائما نعتمد على غذائنا بالأول وكثير الفواكه والخضار وخاصة الخضار الخضراء بتحتوي على الفيتامينات بشكل كبير لكن فيه أشخاص ممكن يصير فيه عندهم نقص يعني مثلا بعد الحمل والولادة والرضاعة بيصير فيه عندنا نقص في بعض الفيتامينات والمعادن أو مثلا فيه أشخاص ممكن يكونوا معامنوا من مشاكل معينة مثلا في الجلد أو في الجسم منفضل أنه نعطيهم بعض الفيتامينات حتى يعززوا منها في جسمهم أو مثلا أشخاص المدخنين منفضل أنه نعطيهم مضادات الأكسدة حتى نقلل من آثار التدخين على جسمهم نعم نعم تعرفي الدكتورة يعني هون بآخر ربما دقيقة بحب هيكي نلخص أهمية المكملات الغذائية للبشرة والشعر وربما قلتي الجسم من آخر اهتماماته أنه يدير باله على الجلد ولكن قديش اليوم بعني لنا الجلد النضارة السحة الشعر وكثير في ناس بخافوا أنه نفقدوا شعرهم يصير خفيف وبشرتهم ما تكون كويسة فبدقيقة إذا اليوم بدي أعطني ببشريتي ماذا يجب أن أقوم به أول شيء لازم يكون نظام حياتنا صحي لازم نستشير الشخص المختص حتى ناخد المكملات الغذائية المناسبة لنوع المشكلة اللي إحنا عندنا إياها وناخدها بالجرعات الصحيحة وكثير شغلة كثير مهمة هاي بحب أني أنوه عليها كصيدلانية أنه ما ناخد أي شيء أونلاين دائما المصدر الصحيح للمكملات الغذائية اللي هي الصيدلية نعم وبس هيك تارفي أنا بدي أكمل على حديث حضرتك دكتورة فينوس يعني في هاديك المرة كان مكتوب أرتكل طويل عريض بحث كبير جدا على اليوم لماذا ما نذهب إلى الأونلاين وأديش اليوم أهمية تخزين الدواء وأهمية وجود الدواء في البيئة المناسبة فأنا بدأ أضم صوتي لإلك بهذا الأمر لأنه عن جد الواحد لازم يدير باله على حالة كتير أكتر شكرا جزيلا لوجودك معنا شرفنا فيك أهلا وسهلا فيك